ما رأيك في الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين هل ترى بأن المقاطعة مثلاً لو كانت هناك مقاطعة على بعض المنتوجات سيكون هناك انضباط في الأسواق طبعاً الاستهلاك الذكي والثقافة الاستهلاكية ولا يخفى على الجميع أن نؤكد على نقطة أساسية وهي صحة المواطن لا بد على المواطن أن يكون عنده ثقافة الغذاء يعرف ما يأكل يعرف ما يشرب ومتى يأكل ومتى يشرب ويعرف المكونات انتاع الخضروات وفي هذا الصدد نحن دوماً نقوم بالعبد الضعيف نقوم بنشر برنامج أسميته الاستهلاك الصحي فوائد الخضر فوائد الفواكه فوائد المأكولات والإيجابيات والسلبيات باش الإنسان تكون عنده هذة ثقافة هذه ويعرف يقتني ما يحتاجه حسب إمكانيه المادية وحسب صحته لأنها كان عندنا حتى برامج كنا ندروها فيما يخص الاستهلاك الصحي في رمضان المرأة الحامل ورمضان مرضى السكري ورمضان مرضى الضغط الدم ورمضان هذه بعض السلوكات وبعض الثقافات هذه اللي نقعدين نانس طوريوا فيها عبر الوسائط الرقمية عبر اللقاءات باش نحاولو نوصلوها المساج المستهلك تكون عنده هذه الثقافة وبتالي يكون هو ليتحكم في السوق أولاً كيروح للسوق يدي معاه ورقة ويدي وشعي يشري ثانياً لا يقتني المنتجات المعروضة في الأرصفة والمعروضة في ظروف غير صحية وتكون مطابقة لمواصفات التقنية والصحية وثانياً نحن نوصلو ونأكدو على النقطة هذه أنها المواطن نلحقو إلى مواطن إيجابي مواطن بأتم معنى الكلمة يعني كيشوف سلعة غير لائقة يبلغ السلطات العمومية المتمثلة في مديري التجارة وكل من له تبليغ أيضاً مهمة نعم كل من له سفت الضبطية القضائية لتفادي مثل هكذا لأن هالسوق لا تستطيع السلطات العمومية دير شرطي قدام كل متجر لا تستطيع دير كل مراقب قدام كل محل من المستحيلات السبعة يعني المواطن يجب أن يساعد فيها لا بد على المواطن أن يكون إيجابي وتحضرني فكرة في بعض الدول المتحضرة أن التاجر يخاف المستهلك ولا يخاف المراقب لأن المستهلك ذكي وما يخليش حقه يدافع على حقه ويروح بعيد مع التاجر كي يبيع له حاجة غير لائقة وللأسف لدينا نوعاً ما سلبية يقول لك نتفادى ندخل معاه في حكاية وندخل معاه في أي شكال وبالتالي سلبي نوعاً ما وهذه سلبية تؤثر عليه على أسرته وعلى المجتمع زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر